لمزيد من المتابعين ينضام لنا من تونس مراسل غد ياسر دبابش ياسر كيف تجري الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة لليوم الرابع وهل من خروقات جديدة على غرار إزالة الصور وقطع بعضه بالبيانات على قدم وساق تسير الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المبكرة في يومها الرابع على التوالي بالتأكيد هناك عدة تجاوزات أو مخالفات تم تسجيلها في أنحاء ومدن مختلفة من البلاد وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات عضو في الهيئة قال بأن هذه التجاوزات غير خطيرة وفق تقديره وتمثلت في تمزيق بعض الصور والبيانات والمعلقات لعدد من المترشحين لمنصب الرئاسة التونسية نحن نتحدث وائل عن 26 مرشحا يخضون السباق نحو قصر قرطاج الرئاسي من بينهم امرأتان هما سلمة اللومي وزيرة السياحة السابقة وعبير موسي عن الحزب الدستوري الحر حتى هذه اللحظة وكما تابعنا ورصدنا مع عدد من المحللين والمراقبين للشأن السياسي والوضع الداخل لم يتم الإعلان عن انسحاب أي مرشح لفائدة آخر وهذا من شأنه أن يعمل على حيرة ربما إنجاز التعبير للمواطن التونسي حين يتم التصويت في الاختيار طبعا طيب ياسر بالنسبة لسيد نبيل القروي الذي كان مرشحا لانتخابات الرئاسية وتم إدعه السجن كيف استطاع أو كيف استقبل الشارع التونسي هذا الأمر وهل هناك مطالب للشارع التونسي بهذا الخصوص إيقاف نبيل القروي رجل الأعمال وأيضا هو رئيس حزب قلب تونس أثار الجدل على المستويين السياسي وحتى الشعبي والمزيد من التساؤلات كون أن الرجل أيضا حزبه تعهد بأن يدير الحملة الدعائية له ولبرنامجه الانتخابي وهو يقبع في سجن المرناقية جنوب العاصمة آخر الجلسات القضائية رفضت مطلب الإفراج عن نبيل القروي وهذا ما زاد من حدة التساؤلات وحتى الجدل في الأوساط الشعبية التونسية وحتى الاتهامات المتبادلة أدخلت الرئيس المؤقت محمد الناصر على الخط ودان في خطابه الأخير ما وصفه التشكيك في مؤسسات الدولة والقضاء ونزاهتها والإسمح لي أيضا ورد منذ قليل على ضمة مصادر محلية وشهود بأن يوسف الشاهد زعيم حزب تحية تونس قد غادر اجتماعا شعبيا في محافظة القسرين وسط غربي البلاد بعد دعنا نقول تدافع لعدد من التونسيين الذين احتجوا على أداء حكومة الشاهد وأيضا حول تهميش تلك المناطق أيضا وهذه الأخبار التي وردت منذ قليل على ضمة المصادر المحلية شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسل الغد كنت معنا من تونس على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر